الى ما تباتيش هاد الشي اللي غادي نقولك بالحرف كن مأكد رك غادي تخلق مشكل في الارجل انت عاد الطائر لا شك كل شي غادي تسأل علاش هاد الطائر في هاد الوضعية وكل شي تشوف انه كان خاتم كسر وطائر اللي ملوي عليه سكوتش وواحد التوم جميع هاد الاسئلة وعلاش درنا هاد الشي غادي نتشوفوها في هاد الفيديو هاد السيديو واحد طائر اللي شك اللي الخاتم واحد الالتهاب في الارجل وحاولنا اننا نحيدولو ذاك الخاتم بلما نستعملو المقص اللي كي قطع هاد الخواتم للاشارة كين واحد المقص اللي تي قطع الخواتم ماشي هذا مقص خصيصا لتقطيع الخواتب اللي كتركب في الارجل تحت الطيور وكي هننا من هاد الصداع كاكامل ولكن الى ما كانش هاد المقص كيفاش نقطعوه الخاتم شفتوا هاد لوازم اللي عندنا كانت لاما وكين لقاط وكين كلامونيت وكين مقص ديالالعظافر كل شي رادي ازدابا في الفيديو هادو ما الطرق ولا الادوات اللي وظفنا باش نزولو هذا الخاتم وباش نقطعوه هاد الخاتم لما ما نستعملو ذاك المقص ديال تقطيع خواتم الطيور را كيتباعد محلات بيع الطيور وممكن في بعض المدن ما تلقاش ولكن كين بزاف الناس اللي كي يحتاجوه ولكن ما تلقوش وكي يجيك يبغي يقطع الباق ديالالطيور او اللي يدخل وكي يخلق بعض المشاكين لهذاك الطائر فاحنا غنوريوكم هات جريبة ليدر ليدر كين ما كنتشوفو كين طائر اللي ملوي عليه سكوتش وملوي عليه التوب وكين هاتك الفوطة الحمرة كاملة وكين هاد اللقات اللي متبط الطائر غنجوبوه على كل حاجة بالضبط لا يشدرناه نبدو بسكوتش ليش سكوتش وليش هادك توب كنشد واحد طائر كنلوي عليه التوب وكنلوي عليه السكوتش سكوتش باش الطائر ما يتحركش بالأجنعة انتاعو وكدالك توب باش الريش ديال اذاك الطائر ما يلصقش في سكوتش وما يحركش سكوتش كينين بعض الناس اللي كي يديروا القرعة ولكن القرعة ممكنش يجي في لقيت الحجم ديال الطائر دائما احنا وضفنا التوب ووضفنا السكوتش واتبتنا الطائر الفوطة الحمرة علاش باش هاد الطائر كي ما كتعرفو هاد الطائر كي عض وكي بقى مبرزة معانو وتي خاف بزاف فقط طينا له الوجه نتاعو ما غاديش يشوفنا حناش كنديرو بالطبط الارجل المصابق تكون لتحته باش تلاحرك طائر الرجل للفوق على التحرك غير الفوق وبالتالي ما يقيش العرضية وما يقدرش يتحرك اللقاط كنشدو به الخاتم فقط ما نشدوش الارجل وما نشدوش اللحم وانما نشدو الخاتم لكي يكون ضاير بالارجل ونحدوه في واحد الوضع معين يعني موضع اللي بقى تابت فيه وما يتحركش ما يتحركش كتسمعه ما يتحركش ما يتحركش وماشي ضروري تدير كلامونيت وانما تقدر تدير اي حاجة اللي تحط فوق منا ذاك اللقاط لأساس انه يبقى مستقر في نفس المكان ديالو باش من يتقطع ما يحش الطائر بالعالم وما يحركش الرجل ديالو وما يخلقش بعض المشاكل لا لي ولا اثناء التقطيع احنا اللي خدامين في اثناء التقطيع هالخدمة الاخوان انا ماشي خدمة دير انسان عادي وانما ديال انسان اللي كين في الصحة كما كنت شوفوا راس تعمل هذا كتوب وكما كنت اه باقل ضرر يعني تدخل باقل ضرر اننا نغنزولوا شي يعني حاولنا ناخدوا بعض الادوات اللي ممكن تكون في البيت دير كل واحد مربي وكيفاش يدخل فهذا هو الهدف ديالنا ماشي الهدف اننا ما عندناشي المقص او ما عندناشي شي حاجة فالتدخل كان بادوات اللي تكون في المنسل كيفاش يدخل بالادوات اللي تكون في المنسل فتبتنا ذلك الخاتم ما بين الفم ديال اللقات وتبتنا اللقات لأساس ما يتحرك لا يمين ولا شمال ولا الفوق ولا التحت وقدرنا واحد الخط باللامة يعني كتقطع في ذاك الباق ذاك الجزء اللي بيد باللامة كتقطع واحد شوية واحد الخط وكتكمل بمقص العذافر كتشد مقص العذافر هو اللي كتكمل به تقطع كتدير واحد الخط ومن بعد راكت تاخد واحد البانس على اساس انك تحل هذا الخاتم يعني كتحل توسع لقبل الارجول انتاعه ومن بعد كتزول الخاتم على الطائر وكتطلقه هذا هو اللي كنديره كتقدر تدير واحد شوية الدواد قدر تنظف له ونديره كما كتشوفوا الآن احنا زولنا الخاتم فهذا هو الحل ديال المشكل انه كان له واحد تعفن تحت من الباق وتنسالي وغادي نشرح لكم بالضبط اش نطرة باش تفهمون امور كيفاش ديره فالاخوان اللي تعربيوا الطيور سوى الكنار سوى البرش سوى الكالوبسات سوى لزان سبقابل ردوا البال مزيان كل الطائر عنده عبار ديال الخاتم كيفاش يكون عنده على حسب السمك ديال الارجول على حسب الحجم ديال الطائر فمثلا بالنسبة لكناريرا ممكن الباق يمشي من جوج فاصيلة سباق حتى ثلاثة فاصيلة جوج يعني ما ريسي سيف ولا بلدي ولا رازا ولا هكا هدو ما الاخواتم اللي ملاعمين الطيور وانت كتشوف الحجم ديال الطائر اللي عندك وكتشوف السمك ديال الطائر وشكل خاتم مناسب لي وانا مرشي مناسب لي بالنسبة لبرشترا 4 فاصيلة شي حاجا هكا كيمشي وبنسبة الكالوبساتر 5 فاصيلة شي حاجا وتتبشي العملية فالحمدلله هدو الطائر زورنا لباق ورافصة جيدة التصوير رتمت قريبا شي مدد ش شهر لكي صورناه وحاولنا دابته شفنا على الطائر في صحة جيدة والرجل اللي لم تكسرت موالوه الحمدلله بخير عاد صورنا عاد لحنا هالويديو الرجل راح كانت مصابة ونقول لكم مشكلة ان الخاتم كان كبير لي شوية وربما دخلت لهش حبة ديال الزوان لداخل طيب وفشكت تدخل راح تشكل لي واحد التياب وبالتالي كنت عفخ الأرجل والحمدلله راح تدخلنا في الوقت مناسب وقبل ما يوقع تعرفون شد في الارجل انت الطائر هذا الشي اللي راح تدار فانت منك تكون كتربية الطيور لا بد لو دير الخواتم ولا بد انتابه الطيور واش كيلتهاب إلا انه ولك الخاتم صغير راح يشكل التهاب إلا كان كبير راح يشكل ينزل تحت عد العصابيع وممكن ان بعض الحبات ديال القشور والحبات ديال الأكل تدخله لداخل وممكن انه تشكله التهاب وتشكله بعض المشاكل او اللي يبقى الطائر يوميا كيحاول انه يحيد اذك 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 الخيوط فانتار لا بد ما انك تنتابه ولا بد ما انك 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 تدخل بشكل سليم هادش اللي راتم وهادش اللي لجميع الناس انهم يردوا البال وراكين بعض الزاكسي ضنون التي تتراه في الأقفاص نتيجة هذا الخواتم يعني الطائر ممكن انه حل في القفص بسبب الخاتم فعلا لا يحفظه صافي يعني الخواتم ومحويجه اضافية بالنسبة للطيون يعني كالطيم وحل قيمة ولكن مشاكل يالهرها كتير وبالتالي قدرت توفر هادك البانس يكون عندك حاجة مزيانة ما لقيتش لا تخليش يديك مربعين وما تدخلش ولا تدخلتي تدخل بطريقة علمية وهالفيديو كامل تصورنا لكم بطريقة بداية بطريقة اللي تقدر توضفها بالأدوات اللي عندك يكفي انك تخدم عقلك ويكفي انك تحمي هادك الطائر من الآفات وما قال إلا نقول لكم السلام عليكم والله يوفقنا وفقنا